الشعاب المرجانية أكثر منظومات الحياة تنوعاً تحت الماء إنها الآن تتعرض للخطر من جراء نمط الحياة التي نعيشها عوادم الكربون التي تطلقها بيوتنا وسياراتنا ومحطات طاقتنا تغير بدون شك التركيب الكيميائي لماء البحر بحسب تقرير يصدر الأسبوع المقبل عن الأمم المتحدة نريد أن نعرف رد فعل المياه إذا أذوبان المزيد والمزيد من عوادم مجتمعات مما يجعله أكثر حمضية لهذا السبب أتينا إلى هذه المنطقة النائية على حواف بابواجينيا لمعاينة واقع فريد قد يشابه ما ينتظر البحار من مستقبل هذه الفقاعات مملوئة بغازات أكسيد الكربون ومصدرها الصخور البركانية في القاع هذه المنطقة تتزايد حمضيتها بفعل الفقاعات مستويات الحمضية هنا تعادل المستويات المقدرة لحمضية المحيطات عند نهاية القرن الحالي بفعل استمرار الإنسان في إنتاج ثاني أكسيد الكربون كأحدى مخلفات حياته ما بين ثلث الشعاب المرجانية هنا ونصفها لا يستطيع البقاء مع تغير البيئة من حوله هذا المركز البحثي الضخم في أستراليا معني بالتنبؤ بقدرة الشعاب المرجانية على البقاء مع تزايد انبعاث الكربون وارتفاع درجات الحرارة بعض أنواع الشعاب والإسفنج قد يلائمه التغير الناتج عن مزيد من الكربون والحمضية ودرجات أعلى من الحرارة لكن أنواع أخرى رئيسية تفشل في هذا التكيف هذا النتوء الصغير هو شعب مرجاني وليد وهو حساس للغاية تجاه الأحمض لا يمكنه النمو ويموت في الغالب في وسط حمضي دي نسبة عالية من أكسيد الكربون وهذا مثال واحد بين أمثلة كثيرة يكشف عنها العلم من الحيوات البحرية التي تتأثر سلبيا بحموضة المحيط في الأعماق ذات الصخور البركانية بدى واضحا أن الأرفف المرجانية التي تشكل مأوى للأسماك لا تنمو حيث انبعاثات الكربون تقرير الأمم المتحدة يحذر من أن عوادم الكربون بإمكانها أن تقضي على عدد لا حصر له من حيوانات البحر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر